يا ليو يا ليو انت فين يا ليو يا ليو ليو عالا اهلا بيك اهلا بيك يا ليو في قناة دوجز ايجبت النهاردة احنا هنتكلم على المية اللي انت المفترض تشربها كل يوم بيقولوا ان انت المفترض تشرب نص كباية مية لكل ايه يا اي سي دي لكل اتنين كيلو من جسمك يعني عشان نسهلها نشرب ايه ربع كباية مية لكل كيلو من جسمك بس المشكلة يا ليو ان انت كل ما بتشرب مية كتير كل ما بتعمل طايلت كتير فخلي بالك انا وانت واخدين فرصة ان احنا نزبط الدنيا ونبطل قلة ادب ونبطل نعمل طايلت لان انا هيحصل فينا ايه هنضطرد من البيت من فترة كده مراتي جات قالت لي ايه قالت لي يا انا يا ليو في البيت فقلت لها طبعا مين اكيد ليو بس الموضوع بقى كبر فجاءت الاسبوع اللي فات وقالت لي ايه يا انت يا ليو في البيت يعني يا اما انت تفضل يا نافضل فلازم نحل ايه نحل المشكلة اهلا بيكم متابعين قناة دوكزي ايزو احمد بهر معاكم ومعنا استاذ ليو النهاردة حنتكلم على كمية المية واهمية المية للكلب تابعوني بعد الفاصل شكرا لكم رجعنا لكم مرة تانية احمد بهر معاكم من دوكزي ايزو والنهاردة زي ما قلنا كده وكان معانا من شوية استاذ ليو احنا اضطرنا نطلعه من برة استوديو التصوير عشان طبعا انتو عارفين كلاب الفرانش بولدوك صوت النفس بتاعها عالي فحبينا ان احنا نكلمكو والصوت يبقى واضح وكلير ويعني مايبقاش في اي نغباشة خالص من استاذ ليو فحنبقى نستعين به في فيديوهات اخرى بازن الله النهاردة بنتكلم على اهمية المية بالنسبة للكلم وجعلنا من الماء كل شيء حي جسم الكائن الحي عشان يقدر ان هو يبقى على قيد الحياة ويقدر ان هو يسيرفايف وينجو لازم يبقى في ايه في المية النظرات العلمية او العلم بيقول ان كل نص كيلو من وزن الكلب المفترض ان احنا نديله ماي وعادل تقريبا حوالي ربع كباية مية في اليوم بس هلأ انا كمربي حقب بقى اوزن الكلب وحط له مية بالمقدار وزنه الكلام ده يعني مش عملي اه الكلام ده ممكن يبقى علمي ولكن هل هو عمليا ينفع ان انا اعمل حاجة زي كده هقولك هو ينفع بس لو حتقدر تتحكم في كل العوامل اللي بتتحكم فيه احتياج الكلب للماء بمعنى كلب عايش في بلد برد غير كلب عايش بلد حر كلب مش بيعمل اي اكتيفتي كسول زي اوستاذ ليو غير كلب بيتحرك وبيجري وكلب بصيد يعني اديلي اكتيفتي او الحركة اليومية والوزر او المناخ هو اللي بيتحكم في احتياج الكلب للماء زي البني ادم انا النهاردة واحد قاعد على الكنبة مانتخ زي ما بيقوله بشغل التكهيف ممكن لو اعدت طول اليوم كده ممكن ما اشربش ماء خالص ولكن لو بنزل بروح الجيم وبجري وبعتعرض للشمس هل اقدر اعود اليوم كله من غير ما اشرب ماء اكيد محتاج ان انا اشرب ماء عشان ما يحصل ليش ايه جفاف طيب دايما بنقول ان الاكل بنحطه مثلا وجبة او وجبتين او تلات وجبات في اليوم هل ينفع اعمل كده في الماء لا الماء لازم تبقى قدام الكلب طول اليوم الماء ما بتتشلش من قدام الكلب بحيس اول ما يحس بحكته لترتيب جسمه وتعويض اي جفاف ممكن يصيبه يروح على طول جري على الطبق بتاعه ويشرب الماء ويعوض اي فجدان للماء حصل في جسمه طيب اكتر من عامل بيتحكم في كمية الماء اللي الكلب حيشربها الاكتيفتي اللي بيعملها هل الكلب ده بيجري ولا مريح ولا نايم ولا ايه البيئة او المناخ اللي هو عايش فيه هل هو عايش جوا بيت هل هو عايش في روف هل هو عايش في جنينة كل ما الكلب بيكون معرض للمناخ يعني الحار او الطقس الحار بشكل مباشر فبالتالي الكلب بيحتاج مية اكتر طول ما مدة اقامة الكلب في الاوت دور او في الجنينة او في الروف اكتر بيبقى محتاج مية اكتر من الكلب اللي عايش في البيت اه قاعد في التكهيف ما بيخرجش في مناطق حرة فبالتالي مكان الاقامة البلد اللي الكلب عايش فيها او الحركة اليومية بتاعت الكلب نوع الكلب كمان مؤثر فيه كلاب بنسميها كلاب بتتحرك بصفة مستمرة دي محتاج انها تشرب وفيه كلاب كسولة زي استاذ ليو يدوبك يمشي خطوتين ويريح فاحتياجه للمية ما بيبقاش كتير زي الكلاب اللي هي زي كلاب مسلا السلوقي او كلاب اللي بتجري في السباقات والكلام ده كله طيب في نقطة مهمة جدا ان كلة المياه الناس اللي هي ما بتديش مية كتيرة للكلب كلب ممكن يصاب بالجفاف فانتا محتاج ان انت تتست تحت الجفاف بتاعت الكلب او الديهايدريشن دي مهمة جدا عن طريق ايه عن طريق ان انت حنفطرت ده جسم الكلب ضهر الكلب هتشد الجلد بتاع الكلب هتمسك جلد الكلب كده وتشده الفوق لو سبت الجلد والجلد رجع ببطء جديد يبقى الكلب ده عنده جفاف الكلب ده محتاج ان هو ياخد جرعة اكبر من المية اما لو الجلد رجع كده ايه بسرعة زي ما رجع عندي كده يبقى الكلب ده ما عندوش ايه نسبة جفاف ولكن دايما احنا بنحب نخرج بره النظريات العلمية والاختبارات والكلام ده كله فانت ريح دماغك وحاول تحط طبق المية قدام الكلب بصفة مستمرة طيب مش بس كده لازم تراقب ان الكلب فعليا بيروح يشرب مية لان في بعض الامراض ممكن تؤثر على احتياج الكلب المية ويحصل عنده ديهايدريشن ويحصل عنده جفاف وانت مش واخد بالك بمعنى في بعض الامراض مسلا اه الكلايازو بالله مسلا زي امراض الكنسر السرطنات امراض السكري او السكر امراض الكلة والكبد الامراض دي خاصة بالكلاب على فكرة هتقول لي هو كانسر بيجي للكلب اقول لك اه سكر يجي للكلب اقول لك اه كلا وكبد اقول لك اه الثلاث امراض دول بيتسببوا ان الكلب يجي له ديهايدريشن او يجي له جفاف اكتر من غيره من الكلاب الاصحاء فدايما لازم تراقب هل الكلب اللي عنده جفاف ولا هل الكلب ده بيشرب ولا لا هل هو بيشرب قليل جدا ولا بيشرب كتير طيب عايز اقول لك انه ممكن يكون بيشرب قليل ولكن الاكل اللي انت بتدهوله ممكن يبقى فيه مية بتعود كل تلمياء اللي هو بياخدها كل يوم بمعنى ان انا ممكن اعمل الاكل بتاع الكلب يبقى فيه شربة يبقى فيه بعض انواع الفايبرز او الخضروات اللي بتحتوي على مية بنسبة كبيرة من مكوناتها فبالتالي مهم جدا اول حاجة ان انت لازم تتأكد ان الكلب عايش في مكان مايبقاش فيه طقص حار جدا تتأكد ان الكلب بيشرب مية بصفة مستمرة تتأكد ان الكلب على طول الطبق قدامه بتاع المية نقطة تانية مهمة هو اختيار نوع المياه المية اللي انت بتشربها هي اللي الكلب يشرب منها هتقول لي ايه ده انا بحط للكلب مية من حنفية انت او كي ممكن تحط له مية من حنفية ولازم تكون المية دي مفلترة لانك لو وديته مية بكلور هيحصل له مشاكل جدا كتيرة جدا في الكلا في الكبد حصوات مشاكل لا حصر لها لها ارتفاع في الاملاح في الجسم كل الكلام ده هيعمل مشاكل فيه المستقبل فحاول يا اما تشربوا مية معدنية ده لو انت عندك يعني القدرة المادية ولكن يعني مش عايزين ان احنا نبقى محاسويكين زي ما بيقولوا قوية ولكن حاول انت تشربوا مية من الفلتر عادي عشان نسبة الكلور والاملاح تبقى معقولة وصحية فالمية اللي بتشرب منها هي المية اللي بشرب منها الكلب النقطة التانية هو نضاف الوعاء نضافة الوعاء اللي الكلب بشرب منه طبق المية بتاع الكلب ده مهم جدا لانه هو يعتبر بيئة جميلة جدا للميكروبات للبكتيريا لان اللعاب بتاع الكلب في بوائي الاكل في الحاجات اللي هو بيأكلها من الارضة او الحشيش او وانت ماشي في الشرعة الامزك اي حاجة مش نضيفة يرجع يحط بوزه في المية تلاقي الميكروبات نزلت في المية فمهم جدا ان انت تنظف الباول او الطبق بتاع المية مهم جدا ان انت تغير المية اللي جوه الباول دي او جوه الطبق مرة على الاقل يوميا مهم جدا اختيار الطبق نفسه ان الطبق ما يبقاش فيه نتوقات ما يبقاش فيه حاجات يستخبق فيها البكتيريا والميكروبات حاول تبقى الطبق قاملة سهل تنظيفه يبقى احنا كده هنخرج من الفيديو كذا معلومة مهمة جدا اول حاجة المية ما بتتشالش من قدام الكلب ان الكلب نحاول ان هو دايما يكون في بيئة يعني معتدلة فيها بالانس ما تبقاش حرة قوي ما يبقاش الكلب على طول عايش في الاوتدور لان كل ما بيعيش في حرة اكتر وكل كمان ما يبقى الاكتيفيت بتاعته كتيرة جدا فبيحتاج للمية فانت لازم تبالانس او توازن ما بين حركته اليومية وما بين المكان اللي هو عايش فيه وكمية واحتياج المية خرجنا كمان ان احنا ازاي نقيس ان الكلب ده دي هيدريتد ولا لا ان احنا نمسك جلد الكلب ونشده ونشوف هل هيرجع بسرعة يبقى الكلب ده مفيش اي مشكلة ولا الجلد مسك في بعضه يبقى الكلب ده عنده نوع من انواع الجفاف خرجنا كمان ان في بعض الامراض زي الكانسر والسكري وامراض الكلا والكبد ممكن تتسبب فيه جفاف الكلب فلازم نرائب ان ممكن يبقى الجفاف مش نتيجة قلة شرب الكلب للمية لا ممكن يبقى الجفاف نتيجة اصابة الكلب ده بنوع من انواع الامراض وخرجنا كمان هو من اختيار نوع المية لازم المية تكون مفلترة مش مية من الصنبور او مية من الحنفية دي من الحاجات المهمة جدا واهم من كده هو تغيير المية بصفة مستمرة ونظافة الوعاء واختيار وعاء ام لسه تنظيفه حاولوا لو الفيديو عجبكو او كان في حاجة مفيدة انا على فكرة ازهقت يعني من كتر الفيديوهات اللي انا بعملها وما بلاقيش اي تفاعل حاولت ان انا غير مفيد بالمرة يعني حاولوا تساعدوني ان انا اخدوا القرار ياكمل يا اتوقف عن نشر الفيديوهات فلو الفيديو فعلا عجبكو حاول تعملوا لايك لو ما عجبكمش اعمل ديسلايك بس حاول يبقى فيه اي نوع من انواع التفاعل كان معاكم احمد باهر وكان معانا استاذ ليه في اول حلقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله